اثرت الازمة الانسانية المتفاقمة في اليمن على المناخ السياسي الامريكي الذي بات يضغط باتجاه محاولات انتشال البلاد من مستنقع الحرب وإيقاف معاناة ملايين من سكانه وكان اقرار الكونغرس الامريكي مشروع قانون يطالب السعودية بالدخول فورا في مفاوضات لانهاء الحرب احدى خطوات واشنطن بهذا الاتجاه كما يطالب القانون الرياض بالسماح بوصول الغداء والدواء من خلال مرافئ البحر الاحمر ومطار صنعاء والمنافذ الحدودية تبرز جدية المشرعين الامريكيين في وضع حد للازمة اليمنية باشتراطهم وقف تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود في الجو في حال عدم التزامها ببنود القرار شكل القرار الامريكي ربما ورقة ضغط اضافية في صالح جهود المبعوث الدولي الى اليمن مارتين جريفت الذي سعى على مدى اشهر لفتح حوار بين اطراف النزاع في البلاد دون تحقيق تقدم ملموس على الارض في وقت حذرت فيه منظمة انقذ الاطفال الدولية من فرار نحو ثلاثة الاف طفل يوميا من مدينة الحديدة بسبب استمرار القتال بين قوات التحالف بقيادة السعودية والحوثيين واكدت المنظمة ان الاسر الفارة من مناطق القتال تجد نفسها مضطرة للسير في حقول الغامن والتعرض لضربات جوية وعوبور مناطق قتال وحذرت وكالة الامم المتحدة للاطفال من احتمال عودة تفشي وباء الكوليرا بعد قصف منشئات لتنقية المياه